لا تدينوا لكي لا تدانوا لا تدينوا لأن الله بالواقع هو الديان ديان كل الأرض هو الديان الأعلى وهو أيضا الديان الكامل يعني هو اللي إله الحق وإله الشرعية إنه يدين لأنه هو الكامل لا تدينوا أحبائي لأنه بالواقع لازم نفحص حياتنا أولا ننتبه ليه أنا بدين أنتبه للنية من جوا لا الدوافع بتعرفوا عدم تضخيم عيوب الآخرين وبتتجاهل عيوبك يعني أنا عشان أحمي نفسي أو على طول ببتدي أشير الإصبع للشخص الآخر أنت لما بتشير الإصبع للشخص الآخر في أصابع عم بتشير على نفسك تذكر هذا لأنه هذا مهم جدا من ضخم من حجم المشكلة حتى نقبح ونشوه في الآخرين نذم الآخرين ثم أحبائي لا تدينوا لأنه المفروض أحكم على نفسك أولا ثم في المحبة اغفر أي خطأ أي عيب في الشخص الآخر اسند عاون ارفع هذا الشخص الآخر احترس من دينونة الآخرين يعني الدينونة أو لا تدينوه نفس الكلمة بتعني بالدين أو تحكم أو تقضي أو تذم وفي طياتها بتعني كلمة الغربلة يعني تدين بمعنى الذم أنت عم بالذم الشخص الآخر بما معنى القضاء عليه والتشهير بسمعته كم من المرات قضينا على الناس كم مرة من الكتير مرات قضينا على الناس بغرض أنه نشهر بسمعته حتى أرفع وأحمي من نفسي عشان تهز ثقته بنفسه وتشوه سمعته هذا هو النقد الهادم المدمر عندما تدين أنت وضعت نفسك مكان الله اللي هو صاحب الحق والله هو صاحب الدينونة يقول الكتاب لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين لأنك فيما تدين تحكم على نفسك أنت عم تحكم بحسب المنظور بحسب المحسوس وقد تكون على خطأ في هذا الموضوع لأنك لا ترى كل الحقيقة لا تعرف كل الظروف عن الشخص لا تعرف الصراع اللي بمر فيه ابقوا معي سأواصل حديثة بعد قليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر